أهلا بكم إلى هذه الجولة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم والتي نبدوها بجريدة اليوم المغربي التي نقلت عن Global Data الشركة الدولية للاستشارات والتحليل البيانات تأكيدها أن المغرب الذي يتقدم بخطا عملاقة يتصدر قائمة الاقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021 إلى جريدة المساء التي قالت أن رئيس الحكومة فتح الباب لإمكانية فرض التلقيح الإجباري على المغاربة بعد أن كان قد استبعذ هذا الأمر في تصريحات سابقة وقال العتمان في حوار مع قناة العربي تضيف المساء إن التلقيح ليس إجباريا اليوم لكن هذا النقاش مطروح ويمكن أن ننتهي إلى العكس في المستقبل ونختم جولتنا بجريدة الأحداث المغربية التي كتبت بأن قطاع التأمينات يواصل أداءه الجيد شهرا بعد آخر بالنسبة لجميع مقاولات التأمين العاملة في القطاع بالمملكة هذا الأداء يؤكد الوتيرة الإيجابية التي بدأ يسجلها قطاع التأمينات والتي بدت مؤشراتها تظهر خلال الفترة الماضية اشتركوا في القناة